ما كنتش فاهم الفكرة ولا بسمع كلام للناس دخلها بصدري مش عارف اهي ايام دايس وخلاص ما كنتش حاسب الخطو ولا ان الدنيا شيلة الام مبنقص كل يوم حتى اقمره باسوت الايام جوا يا رميم ورب كريم قادر يحيي اللي مات فيه كفاية غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالي جوا يا رميم ورب كريم قادر يحيي اللي مات فيه كفاية غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالي فيه ناس مقامهم في قلبك كبير لدرجة انك بتعرف امتك من نظرة عينهم ليك لو طمنوك على نفسك انت بتطمن وكلامهم ليك هو اللي بيصنع صورتك قدام نفسك وانت قاعد لوحدك حوارك اللي جوا بيبقى نسخة من رأيهم فيك الناس دول هم ابوك وامك لو حنوا عليك وطمنوك بتطلع قوي وجبل ولو قالوا منك وكسروا فيك يمكن امتك قدام عينيك تبقى صغيرة وتفقد في نفسك الامل مش كل الناس اللي تربوا بطريقة غلط فقدوا قيمتهم الذاتية لكن في بعض الاخطاء اللي في التربية واحنا هنا مش بنخش في نوايا الاب والام اكيد كانت نواياهم طيبة لتنشئة عيالهم جدعان وتحملوا مسئولية وشطار وبينجزوا في حياتهم بس ممكن الطريقة كانت تبقى غلط ففي بعض الاخطاء لو اتجمعت جنب بعض في التربية بيطلع الولد او البنت فقد قيمته الذاتية لان الولد والبنت بيشوفوا قيمتهم في طريقة وبعيون الاب والام اللي اسمه الكير جيفر الراعي فلو اللي بيرعاني بيعملني كده هو انا قلي القوي كده بيطلع البني ادم شايف نفسه قلي القوي اول خطأ من اخطاء التربية بيأذي بيضمر قيمة الانسان الذاتية هي التربية بالاهانة الدائمة ان يكون طريقة التشجيع او العتاب اهانة هناك فارق ما بين الحزم والاهانة حزم في غير عنف ولين في غير ضعف في خط كبير من الشعر ما بين الانسان هو بيربي يبقى حازم مع ولاده الحزم في احترام الاهانة ما فيهاش احترام فبيطلع الولد او البنت شايفين ان الحب عطاء من بابا وماما واذلال واهانة فبعد كده لما بيخشوا في علاقات بيقبلوا بالاهانة دي لان هو ده الحب يا جماع بنحب بعض بس بنبهد البعض فما فيش قيمة ذاتية عشان كده عبد الملك ابن مروان لما جاب مؤدبين يربوا اولادوا ده كان شأن زمان العائلات الكبيرة قال ان اردت ان تتعهدهم بادب فبينك وبينهم في السر حتى لا يراهم احد فيهونوا عليه وجههمش او تغلطهم قدام حد عشان ما يهونوش على نفسهم ويهونوا على الناس كمان سبب التاني اللي لو اجتمع مع الاهانة والاذلال في التربية يخلي البني ادم يفقد قيمته الذاتية هو الرفض والاهمال ان يبقى الولد او البنت عايز يقعد مع ابوه اللي امه يقول له ابعد عني انا تعبان من الصبح طب تعال احكيلي حكاية قبل ما نام وانسني كده وانا نايم بالليل مش قادر انا تعبان طول اليوم او يوعدوا ان يجوا ما يجيش فيحس الولد او البنت ان الراعي اللي المفروض يحبه عندوش وقت دي انا اصلا اقل من ان حد يديني من قلبه او من وقته يطلع صغير قدام نفسه لما سيدنا النبي عليه السلام كان قاعد مع احد الصحابة فدخل ابنه الصغير فالصحابي ده مسح على شعر الولد واقعده على حجره دخلت بنته بعد شوية امسح على شعرها واقعدها جنبه على الارض فقال صلى الله عليه وسلم هل على فخذك الاخرى اقعدها على رجلك التانية فلما اقعدها على رجله التانية قال الان عدلت ليه البنت تشوف اخوها واخد اهتمام كاني عايزة جنبي على رجلي وهي قعد على الارض كده الاهمال ده يكسر نفسيتها ويخلي قيمتها الذاتية قليلة من ضمن الاخطاء اللي في التربية كمان اللي بتخلي البني ادم يفقد قيمته الذاتية المقارنة المهينة لما اب أو ابن يعد يقارن ابنه بعيال احسن منه معناها فقال بالعيال الصغيرة ان انا حزين ان انت نصيبي انا كان نفسي تبقى ده فلو كنت ده كنت هبقى فرحان ممكن تبقى زيه فمع تراكم المقارنة دي يبدأ العيال الصغيرة يكبره امنات انف انا مش كافي انا اللي المفروض يحبني شايفني قليل حزين ان انا من نصيبه كان سيدنا النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام يقول من رزق بانثى ببنت يعني فلم يئدها ما موتهاش زي زمان في الجاهلية ولم يهنها ولم يؤثر عليها ولده يعني الذكر دخل بها الجنة لو طلعت وكان زمان دي المشكلة في المقارنة المقارنة ما بين الولاد والبنات ويغلبوا العيال الولاد فان انا بيقول ابدا تعملش كده تطلع قيمتها الذاتية صغيرة وانا هقولك على حاجة لو لقيت نفسك بتتكلم على نفسك دايما كلام سلبي لو لقيت نفسك لما بتيجي تطلب حقوقك تطلبها بعنف كأنك بتقول انا طريقة العادية محدش هيبص لي ولا يهتم بي لازم ازعق واتخانق عشان اطلب ابسط حقوقي لو لقيت نفسك او لقيت نفسك قابل بعلاقك كلها اهانة عشان فلان ده يفضل بس في حياتك اعرف انك مستقل نفسك قوي ويمكن ده يمكن يكون بسبب التربية اللي تربيتها وهنا لازم تتحمل مسئولية ترميم واعادة بناء قيمتك الذاتية اذا كان الانسان ممكن يكون مصير في اقدار الله فهو مخير في رد فعله مع هذه الاقدار فلو انت كنت مصير ان البيت كان فيه تربية شديدة من الاهل بطريقة فيها اهانة او رفضة او مقارنة مزعجة فانت مخير انك انت تقوم وتعيد بناء قيمتك الذاتية وإلا لو سبت نفسك كده انت هتعاني من مساوق في الحياة على رأس هذه العواقب والمساوق شيء من العار بيلازم الانسان ولا قلتلك ان الاحساس بالذنب انا انسان كويس غلط فانا متدايق اني غلط لكن العار انا مش كويس انا ما استحقش انا مش كفاية ان حد يحبني الاحساس ده بيكسر نفسية البني ادم ويضمر قيمته قدام نفسه حبش يبص النفسه في المرأي شيء السيء التاني اللي بيعيشه الشخص اللي ضعت قيمته الذاتية بسبب التربية انه بينسى او بيخاف يطلب حقوقه او لو طلبها يطلبها بعنف شديد فتلاقيه هجومي جدا في مواقف طبيعية لانه عارف انه لو طلب بشخصيته العادية محدش يلتافت ليه فلازم يبقى هجومي فيفقد ناس طيبة محترمة مستغربة من طريقته العنيفة سعارف القطة اللي بتهبش لما تخاف وساعات كتير يبقى العكس ينسى حقوقه اصلا وما يطلبش بيها ليه ما ياخدش فرصته في اجتماع انه يتكلم رغم انه عنده افكار ما يتكلمش حد يتعامل معاه بشيء من التاريقة ما يقولوشها ما بيحبش كده يبقى ليه فكرة معانا حد سرقها ما يقولش قدام نسع فكرة انا اللي عامل الموضوع ده خايف انه يترك فكأن الحمد لله ان الناس قبلاني فانا مش هطلب حقوقي من ضمن الحاجات السيئة اللي بيعيشها الانسان اللي ضاعت قيمته الذاتية بسبب التربية المهينة انه بيبقى شخص اعتمادي يعني ايه اعتمادي شخص اللي اعتمادي مش واثق في نفسه انه يتحب او يعرف ينجز اي حاجة فتلاقيه مثلا لو دخل في علاقة حب في خطوبة ولا جواز دايما خايف انه يتساب دايما عايز يأكد هو انت بتحبيني هو انت شايفني كويسة بطريقة بتقلل من مقامه قوي لانه شايف الكيرجيفر زمان اللي هو الراعي مهمله وبيعمله بمنتهى الاساءة فهو عنده واجع مش عايزه يتكرر تاني بعدين بيخاف يعمل اي حاجة فدايما بيطلب المساعد اعتماد يطلب المساعدة في حاجات صغيرة تخلي الناس تبصروا انه مش متحمل المسؤولية وهو مش كده بس هو شايف نفسه قليل اخر حاجة عايز اقولها لك عشان اشجعك تتحمل مسؤولية ترميم واعادة بنائك قيمتك الذاتية ايا كانت تربية اللي تربطها ان الشخص اللي ضاعت قيمته الذاتية بسبب تربيته عنده عطلة عن الانجاز عارف لما تبقى سايق عربية موديل من خمسين سنة انت عارف انها مش هتسافر بيك فانت قاعد جواها عامل كده عكس لما تبقى سايق عربية قوية وعارف انك مهما دست بنزين هتجيب معاك هتقول معاك زي ما احنا بنقول ساعات البنيادم بيبصل نفسه كده شكده ربنا سبحانه وتعالى مهما عملت من ذنوب ما بيكسركش لان ربنا يعلم عشان تقوم من ذنبك وتمشي في طريق الصالحين محتاج تشوف نفسك تستحق كده فتلاقي ربك يقول لأصحاب الكبائر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ولله المثل الأعلى عارف دي شبه ايه يا ابني يا حبيبي انت ما تستحقش تضيع نفسك كده انت أحسن من كده وانا جنبك وفي ظهرك وهساعدك عكس اللي كان ممكن يكون بيتقله وهو صغير ان انت كسفتنا قدام الناس وعرتنا قدام الناس فلما تلاقي نفسك عطلان عند الإنجاز كده لا 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 انا اهلي دلوقتي ممكن يكونوا مش معايا وانا محتاج اتحمل مسئولية بناء اللي انهدم من قيمة الذاتية ودي مسئوليتك وربنا بإذن الله يعينك كبرت وصورتي في عينيهم مجرد وقت ملوش تأثير وجوده عالى على أهله وقليل العقل والتفكير هيفضل طول حياته يعيش ويستنى اللي يديله وزي وزي حيط مايل وعيل مهما يبقى كبير يا ريتنا ما كنا خلفناك ولا قبلناك بأفعالك يا فاشل يا اللي مش نافع ولا محصل ولا تخالك كل الناس بيت أحسن ونجحت في الحياة وانت مفيش فايدة في كلامنا معاك هنفضل نشكي من حالك لحد ما شفت نفسي قليل ومتحبش في عيني الكل وحاسس دايما ان ملام ومتكتف بعار الزل بخاف أعمل حاجات وافشل فمعملش الحاجات لافشل وصدقت ان انا عاجز وانا والله زي الفل عشت في بيت كبير يمكن لكن مفيهوش وانس فاضي حاولت أطلب حنان وأمان طلبت كتير على الفاضي أكلم أمي تسمعني عشان محتاجة أكلمها تقول لي شوف أبوك برا وهقول له أنا وقتي مش فاضي واروح بحماس عشان أعود أقضي الوقت مع أبويا يقول لأنا عندي شغل مشي ومهما بزم مش راضي طبيعاش حدفى وتقدير ودور علي يسمعني ألف على الجميع يمكن ألاقي ناس تشجعني خسرت كتير لمجرد أحس اني جميل واتحب وكل ما بفتكر أهلي وكلامهم قلبي وجعني كبرت خلاص وبقى لازم أعد الماضي وأبدأ أقوم كفاية طفولة والنفضل أعيط على اللي كان مهدوم أكيد مش قصدهم يمكن وبيحبوني بزيادة فمش هيفيد أعيش واقف أقول كان ليه وهاتي ولوم ساعات من كتر ما بنخسر من الزكرة اللي تعبانا بننسى نشوف حاجات حلوة كتيرة لسه جوانا ولو مش ليك هدف وكيان ما كنتش جيت على الدنيا فقوم لم اللي متكسر وكمل سير يا مولانا أهلك هم راس مالك وحبينك لكن أوقات يقولوا كلام تقيل يوجع وبيصيف في القلوب علامات كلمهم بكل هدوء وقول أنا بكرة شرفكو فلو أمكن بلاش تجريح لأنه بيبقى كسر ساعات ولو مش موجودين جنبك سمحهم وبتدي يغير ومتعش في زمان عدة وأوان قد فات جوا يا رميم ورب كريم قدريح اللي مات في كيفا يغيقوم وهقدر أقوم ولو طالت ليالي خطوطين هتعملهم هتعيد بناء وتسترد قيمتك الذاتية اللي ضاعت بسبب التربية المؤذية أو المهينة حاجة الأولانية هتتصدر لمسئولية بناء نفسك حتى لو اتهدمت بسبب التربية انت مسئول لو افترضنا أن أهلك ما كانوش يقصدوا وكانوا عايزين مصلحتك عشان كده كانوا بيشدوا عليك فكسروك أو كسروكي خلاص كانوا أهلك عايشين دلوقتي ربنا يبرك في عمرهم ويصلح أحوالهم كانوا عند ربنا سبحانه وتعالى ربنا يرحمهم انت مكمل فانت مسئول عن إصلاح ما أفسدته الأيام وأهلك جزء من الظروف والناس اللي بتعيش عيشها بناءة ما بتلومش الظروف بتتقبل أقدار الله في الظروف فأنت مسير في هذه الأقدار ومخير في رد فعلك عنها انت عارف ستيفن كوفي كان بيقول كلمة لطيفة عن كلمة responsibility المسئولية يقولك قسمها الresponse رد فعل ability قدرة فالresponsibility هي القدرة أنك تاخد رد فعل مناسب مع أي حاجة تأذيك أو تعطلك فلو سمحت اسمع وصية ربنا سبحانه وتعالى وبيقولك يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا هنتحسب كلنا قدام ربنا فينبئكم بما كنتم تعملون فلو سمحت ما تغرأش وما تغرأيش في الماضي وكمل وانت متحمل مسئولية إصلاح من هدم من نفسيتك وقمتك الذاتية بسبب التربية وربنا معاك سبحانه وتعالى الحاجة التانية حط حدود رحيمة لأهلك لو الإساءة لسه مستمر حدود رحيمة أنا أتابع الناس الانفلونسرز على التيك توك وعلى الانستجرام والسوشال ميديا عموما وبيوجعني الصادقين منهم الموجوعين اللي تربوا تربية فيها أذية فيطلع يقولوا حطوا أهلكم حدود وقفوهم عند حدهم ما يسمح لهم مش عارف إيه هو صادق إنه تأذى بس دول أهلنا الحدود لازم تبقى رحيمة تبقى واضحة بس رحيمة عشان دول مش صحابنا ده أبو يا أمي وأبو يا أمي معناها أن أنا وأنا باخد أي رد فعل الرحيمة بتسبق أي حاجة شكده ربك قال لو أبوك وأمك بيسجدوا للأصنام وإن جا هداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما فيه هنا حدود طاعت ربنا أولى فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه المنيبين الصالحين بيصاحبوا أهلهم في الدنيا بالمعروف حتى لو حطولهم حدود رحيمة فلو بتستشير أهلك فبيضغطوا عليك عشان بتستشيرهم في حاجة في الدنيا فيعودوا يلوموا فيك ويكسروا فيك ما تستشيرهمش خلاص تخدش رأيهم خليك قاعد لطيف بتشاركهم الحوار مش نازم تاخد رأيهم لو عايز من أهلك حاجة فلما بتطلب حاجة بيذلك ما تطلبش وبقى اطلب من الغريب معلش والغريب إن شاء الله ربنا يحط في قلبه حنية ويبقى هو كمان حنين عليك زي أبوك وأمك بس لو الطلب بيوجعك لأنك بتتذل بسببه خلاص لو 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 ما تعملش الحاجات اللي فيها أذية وخلي العلاقة في حدود الإحسان المتبادل على قد ما تقدر بنت راحت لسيدنا النبي وقالت له يا رسول الله قالت لسيدة عائشة إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خصيسته جوزني لابن عمي وأنا مش عايز أتجوزه بس عشان عمي كبير في البلد فعشان نناسب ناس كبار ولا مش موافقة قالت لها استني لما النبي ييجي جي النبي حاجات له نداه وقال له الأمر البنتك لازم توافق ووقف الجوازة دي فقام البنت أيلة خلاص أنا وفقت ولكن أردت أن تعلم النساء ما لهم بس بسطة بكده الحدود بقول بس الست لازم توافق وكله يبقى عارف حدوده وحقوقه فحط الحدود الرحيمة حماية لنفسك عشان تعرف تبني من هدم وضاع من قيمتك الذاتية بسبب التربية المهينة إلهي وخالقي يا فارج الكروب ضمني إلى حماك يا إله الوجود من لقلبي سواك إن زادي قليل وأنا طالب رضاك أنزل سكينتك على كل قلب أرهقته الحياة وقونا واشدد عزيمتنا ولا تشمت بنا أعداءنا بقلة حيلتنا اللهم ولا تجعل اليأس يملأ نفوسنا واجعل ما بقي من عمرنا هو خير أيامنا يا سند من ليس له سند ويا من عليه المتكل والمعتمد لو قدرت أنك أنت تعيد بناء رميمك من هدم من قيمتك الذاتية بسبب التربية المهينة أول حاجة هتحصل لك أنك هتحمي اللي عوض اللي ربنا عوضه لك في حياتك دلوقتي أي حد اتربى تربية صعبة فيها قسوة وفيها إهمال فطلع حاسس أنه قليل حاسس أنه مش كفاية مش محبوب ربنا بيكريمه في مستقبله وبيرزق لو كان كبر في السن بزوجة كويسة أو زوج كويس وعيال بيتعوض لأن ربنا كفيل بالعوض الإشكالية بتبقى فيه رؤية الشخص ده المكسور اللي لم يعد بناء صورته الذاتية اللي اتهدمت بسبب التربية دي ما بيشوفش العوض ده لما أي غلطة بتحصل له من حبيبه ولا من صحابه ولا أيا كان بيحصل أنه بيحطون في نفس خانة حتى أنتوا زي أهلي مبهدليني وأنا من صغري بيحصل فيها كده والعوض بيروح في خانة العداء لكن لو قدرت تعييد بناء قيمتك الذاتية دي هتبدأ تشوف الخير اللي ربنا ادهو لك وتبدأ من أهل الآية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هتبدأ تستشعر الآية وآتاكم من كل ما سألتموه ليه؟ لأنك انت يامكت واجعت من أهلك في التربية ودعيت بالفرج وبالعوض أنت اللي قلت إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي في الأزمة اللي أنا عديت بها في التربية واخلفني خيرا منها ربنا أخلافك خيرا منها ولما أخلافك خيرا منها محتاج تشوف ده بس ده مش هيحصل إلا لما تعيد ترميم وبناء قيمتك الذاتية اللي اتهدمت بسبب التربية المهينة حاجة تانية هتبدأ يبقى عندك قدرة على اللمعان وإنت كنت مطفي نهارده أنت تربيت في بيت صعب تفاق وحسسك أنك أنت متهان وخوفك من المجتمع دخولك المجتمع بالانتفاق ده بيقلل منك أكتر ويأكد الفكرة عندك فأنت باين وإنت قاعد في الاجتماع أن أنت مش وافق في نفسك ومش قادر تتكلم بينه وإنت قاعدة بتتكلمي مع جوزك أنك مستقلية بنفسك بكلامك السلبي وكلامك مع أولادك بطريقة سلبية أنت باين مع صحابك أنك أنت خايف لحسن تتساب زي ما أهلك كانوا بيهملوك لا 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 أنت تبقى واحد تالي تتملى مركزك وهتبقى بتلمع لأنك أعدت بناء من هدم بسبب التربية المهينة من قيمتك الذاتية وهتبدأ تعرف تجمع كلامك لأنك أنت مليان بعطايا ربنا وبأرزاق ربنا واللي حصل في الماضي ما يحكمش على المستقبل لأن ربنا سبحانه وتعالى ما زال باقي بعطاءه فيك وإلا ما كانش عيشك لأنك أنت مدام أنت عايش بقى ستتذوق من صفات الله فسيظهر عليك بالرحمة والرزق والعفو والكرم والصبر والحلم صفاته التسعة والتسعين هتظهر فيك فأنت محتاج تدقها فاللمعان ده لو أعدت بناء من هدم من قيمتك الذاتية هيبان تبقى تسترد مكانك كده وإنت متطمن وإنت متطمنة وده أكتر حاجة هيحسسك بأن أنت لسه بخير وأن الدنيا بخير وأن أسوت أهلك دي كتمرحلة وعدت وإنت عمال تجني ثمرة صبرك لغاية ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى علامة من علامات التعافي علامتين اتكلم على نفسك بطريقة إيجابية أنت خلاص كبرت في عين نفسك والقدرة على الدعاء لأهلك بالخير لو عايشين وبالرحمة لو كان أساب الدنيا ووسط الكسر والتانية بكن ظالم وكن مظلوم وحلمي دي كده ثانية وكله بيرمي فيه وهموم وانا مش قابل اني قاضية فأحزاني ونفسي قبيعة عدا وجراحي ما تكون وانا أكسر في قلبي واكون جوا يا رميم ورب كريم قادر يا حي اللي مات فيه كفاية غيوم وهاقدر أقوم ولو طالت ليالية جوا يا رميم ورب كريم قادر يا حي اللي مات فيه كفاية غيوم وهاقدر أقوم ولو طالت ليالية ولم للنفسي بالوحدة لا تكون روحي خلاص أهدا ترجمة نانسي قنقر